اشتركوا في القناة تبه بفتح تحت الالف بتبه بالكسر. الف الوصل عبارة عن واحد معلوش همزة خالص. واحد كده ملت عاريين معلوش اي حاجة. طيب. همزة القطع. بيقول لو المعلومة تعرفها في همزة القطع ايه? تكتب الفا فوقها او تحتها همزة. يعني بترسم همزة فوق الالف اللي هو الالف الوصل ده تنسل همزة او بترسم تحت ايه همزة. دي اول معلومة. اللي هي عرفناها فوق. تاني حاجة عايزك تعرفها فيه في همزة القطع. تظهر في النطق. بنطقها. امتى دائما. يعني همزة القطع ده بنطقها دائما. ما لهاش حالات معينة انطقها فيها. على طول بنطقها. مثل ايه? مثل ايهابه? ايهابه. قلت ايه? ايه? بجبت الهمزة. ايهابه صديقي. وتظهر كثيرك في وسط الكلام. لو جات في نص الكلام بتظهر برضو. مثل محمد وايهاب صديقان. وايهاب اللي يهمني كلمة وايهاب وايهاب. يعني جات بعد حرف الواو. ونطقتها برضو. طعم. ركز بقى في الف الواسط. الف الواسط بترسم كي انها واحدة معلوش اي حاجة. تكتب الف اندودة همزة. معلوش اي همزة. زي كده. تظهر في النطق في اول الكلام. تظهر انت في النطق في اول الكلام فقط هي بتظهر في النطق. مثل اكتب اكتب. اكتب. ظهرت همزة وظهرت همزة كمان مضمومة. قلت اك اكتب. اكتب الحل. تختفي في وسط الكرام. هي بتختيف في وسط الكرام. يبقى ارف الوسط اللي بيميزها. ان هي بتظهر فور الكلمة. وهي مش موجودة مش مرسومة اساسا. وتختفي في فصل الكلمة. مثل فكر واكتب. فكر واكتب واكتب. انتقلت من الواو للكاف على طول مباشرة. يبقى انتقلت انا من الواو للكاف مباشرة وما جيبتش همزة. قلت واكتب. بعكس قلت اكتب. ظهرت فور الكلمة. هنا قلت واكتب. انتقلت مباشرة من الواو الى الكاف. واكتب الحل. بيقول لي عشان نفرق بين همزة القط والف الوسط. اعمل ايه? ممكن يديني كلمة ما اعرفش دي همزة القط ولا الف وسط. اي كلمة يديها لك. حط جاب لها واو. لو لقيت الهمزة جاية معاك. تب بها همزة القط. لو لقيتها على طول بتخش من الواو للحرف اللي بعد الالف ده على طول. تبها ديه الف واسط. يقول لت اذكر ان بيمكننا التفرقة بين همزة القطع والف الوسط. ازا نفرج بينهم. باضافة واو جاب لي الكلمة. فان طاقة الهمزة ازا جيبت الهمزة على لسانك. تكون همزة قطع. وان لم تنطق تكون الف واسط. هدا اعرف اكتر في الامثلة دي. اكمل الجملاتية بالكلمة المناسبة. مما بين القوسين. يعالج المرضى. من اللي بيعالج المرضى? بي رفع عليك تقول للطبيب. طب الطبيب ده ما هو يعطيني هنا الطبيب هنا كتب هالي بالتلات صيغ. عطيني كلمة الطبيب وفيها فيها همزة قطع مفتوحة وكلمة الطبيب فيها همزة قطع مكسورة وعطيني الطبيب بهالي فواصل. تبني الصحيح. انا ما عرفش. احط واو. جاب لكلمة الطبيب. اقول وط طبيب. وط طبيب. لو حطت واو هنا. الاقي نفسي بخش واو عطاء على طول. يعني كمان اللم بيجبهاش. عشان دي اللم دي شمسية. وانا قلت لما ما جيبش الالف او الوط طبيب تبقى دي الف واصل. لان في وسطة الكلام بتختفي. الف وسطة الكلام. يبقى يعالجوا الطبيب المرضى. طب يقول لي صغيرة تعني حياة افضل. صغيرة تعني حياة الافضل. طيب يعطيني كلمة اسرة. بامزة قط مفتوحة وبامزة قطع مكسورة وبالف واصل. طيب نحط ايها قولنا نحط ايها قبلها عشان نعرف دي همزة قطع ولا الف واصل نحط ايها. اقول واسرة. واسرة باجيب همزة. يبقى اسرة. بيقول لي ما نقط اخيك الصغير. وعطيني كلمة اسم برضو فيها همزة قطع مفتوحة وهمزة قطع مكسورة والف واصل. انا قلت عشان افرق بين همزة القطع والف الوصل بحط واو. هو ما اسم واخيك هي الجملة كده بس اعرف ان ايه الصحيحة? لهي بهمزة قطع ولا الف واصل. احط واو. اقول واسم. واسم. بخش من الواو للسنة على طول ما فيش الف كده منها. يبقى خلاص دي دي الف واصل. بقول واسم. مفيش الف مفيش ممنطقش الف خالص. بقول ولا همزة. بقول واسم. من الواو للسنة بخش على طول. لان هي يقول لنا الف الوسط بتقتفي في وسط الكلام. بقول لي يجب نحطها خط تحت اسم وخط تحت اسرة وخط تحت الطبيب. يجب احترامه نوة المرور. برضو اعطيني كلمة اشارة بالف الوسط وبهمزة القطع من المفتوحة والمكسورة. عرفت انا طبعا عشان اميز بين همزة القطع والف الوسط بعمل ايه? بحط واو قبلها. اقول واشارة. واشارة. واي واي. ده في همزة. وهمزة كمان جاية مكسورة اقول اي. واشارة. يجب احترام اشارة المرور. تمام? الهمزة المتطرفة على السطر. الهمزة اللي بكتبها على السطر. بيقول لي الهمزة المتطرفة هي الهمزة في اخر الكلمة. وتكتب على السطر. اذا جاءت بعد حرف من حروف المادة الثلاثة. ايه هم حروف المادة الثلاثة? برافو عليك. الالف والواو والياء. دول حروف المادة الثلاثة. مثل سماء جات بعد حرف الالف وكتبت على السطر ها. بريء جات بعد الياء. وضوء جات الهمزة بعد الواو حرف المادة. يقول نصنف الكلمات الهاتية. اعملهم اصناف. يعني اللي مع الف المادة اكتب مع الف المادة. اللي جات الهمزة وبعد الف المادة. ولي جات همزة ابقاء ما ارزه صنفه مع ايا المادة. ولي جات همزة بعد اول المادة صنفه مع اول المادة. ده كلمة صنف كل honestly مسلا الكاس مكارونا مع رز لا دقيق بقول لك اصنف لكل شئة لوحديها. يبقى تجيب الرز لوحدي تجيب الماكارونا لوحدي تجيب الماكارونا لوحديها. صنف الكلمات الادية التى تنتهي بهامزة متطرفة على السطر. كلمة ولوحدي استنف الله كل ذلك. كلمة تردي ام اعطيني هواق ومملوء وهدوء ويوسيع وشتاء وتضيق. عايز الكلمات اللي بعد الف المد. يكون الف مد بعد هي همزة. نشوف الكلمات. رديء? لع. دياء. هواء. يبقى اول كلمة معنا هواء. عندي الف المده اهو. وبعد هي همزة. مملوء? لع. هدوء? لع ما فيهاش الف. شتاء? فيها الف. ده الف المد. وبعد هي همزة. تضيق دياء. سوق لع ماء. بخلصت من اول حاجة. صنفتها. لهم بعد الف المد جبتوهم. اللي بيجي بعدهم همزة. بعد دياء المد. عندي رديء. ده اول كلمة وردتش اخدها. دياء وبعدها همزة. رديء. بيبقى احطاحتها نقطتين كده. همزة. عندي كلمة اه هوااء ما اخدناها خلاص. مملوء لعدي واو. يوسيق. دياء. وبعدها همزة. تضيق برضو. دياء. بعد واو المد زي ايه? مملوء برافو عليك. واو المدها وبعدها همزة. سوق. واو المد بعدها همزة. هنخش على التنوين. التنوين ده عبارة عن ايه? عبارة عن نون ساكنة في اخر الاسماء. في اخر ايه? الاسماء فقط ما بيجيش مع الافعال. تنطق ولا تكتب. بنطقها نون وما بيكتبهاش. يعني ما بكتبش نون. بس انا بنطقها نون. التنوين ده بيما بيكون برعا شرطتين كده فوق بعضهم. ده اسموا تنوين بالفتح. او هما بيبقوا تحت الكلمة يبقوا بالكس. او بيبقوا ضبمتين كده. واوين صغيري يبقى بالضم. بنطا ونون بس ما بكتبوش. له ثلاث انواع. التنوين بالفتح مثل قر دن. قر دن. ده تنوين بالفتح. نطقة نون بس مش مكتوبة. التنوين بالكس. فهدن. تنوين بالكس. التنوين بالضم. مثل اسادن. عبارة عن واوين جنب بعضهم فوق الكلمة. تنوين بالضم. بيقول تذكر ان التنوين بالفتح يزهر على الحرف الاخير من الكلمة. التنوين بالفتح بيزهر على الحرف الاخير من الكلمة. ويضاف بعده الف زائدة. بعد التنوين ده بيضاف الف زائدة. الا اذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة ما بيضافش بعدها الف زائدة. مثل قر تن. همزة متطرفة بعد الف المد. همزة جاد بعد الف المد. وعاء تنوين عليها. الف لينة. عصن. بيجي التنوين على الصدر قبل الالف اللينة. فتن. مبيجيش على الف اللينة بيجي قبلها التنوين. همزة متطرفة على الف. بيجي فوقية التنوين. خطأ. يبقى التنوين بالفتح بيظهر على الحرف الاخير من الكلمة. يقول لي اكتب الكلمات الاياتية بعد تنوينها بالفتح. بقى ما اتنوانها بالفتح. هنقول التنوين بالفتح. بيجي على اخر حرف من الكلمة وبنضيف بعديه الف زيادة. بس مش في كل الحالات. قطار. هقول قطارا. فهنون الراء وحط الف. صدى. هنا زي خطأ ايبقى هتنو حط التنوين على همزة القدر. صدى. شمعة. قلت التنوين مربوطة حط على طول التنوين فيها. شمعة. شوف قرة فوق. حطي التنوين على طول. نادا. نادا دي اخيرة ايه? الف. الف ايه? الف لينة. ايبقى نادا. زيفة. ما بتحطش على الف لينة يا خالص تنوين. غذائب غذاء. بحط التنوين على الهمزة اللي على السطر. ضوء. بيبقى ايه? ضوء. ايوة? ضوءا. نحط التنوين على الهمزة اللي على السطر. بس تجيب بعديها الف. غذاء غذاء. ضوء. ضوءا. نحط التنوين على الهمزة اللي على السطر. بيجي بعديها الف. شمعة قلنا شمعة. ونادا حطينا التنوين على ما قبل الف لينة. وغذاء غذاءا. وضوءا. علامات الترقيم. عند علامات الترقيم عند النقطة. ودي بتيجي في نهاية الجملة. اي جملة بنتهي منها بحط نقطة. اسمي احمد خلاص انا خلاص الجملة. عندي الفصلة. بتيجي بعد اسلوب النداء. يا حازموا. كده دياء. ودي المنادة. جبتها بعديها فصلة. اغلقوا النافذة. طلبت منهم حاجة. وحطيت نقطة في الاخر. علامة الاستفهام. بتيجي اخر اسلوب الاستفهام. كم تلميزا في الفصل. حط علامة الاستفهام. النقطتين اللي فوق بعضيهم دول. اسمهم النقطتين الرأسياتان. يبعد القول وما يشعبهم. لو انا بقول حاجة. اقول مسلا. قال ابي. احط النقطتين. سنسافر غدا. قالت امي. اكتب الواجب. بحط. لو قلت قالت امي. احط النقطتين. بحط اكتب اللي جالته. علامة التعجب. اسلوب التعجب. بتيجي مع اسلوب التعجب. ما اغلى طرابة الوطن. وخدنا اسلوب التعجب. وبيتكون ازاي. بحط علامة تعجب في الاخر. الفصلة المنقوطة دي وبتيجي بعد علامة تعليل واخدناها في الدروس السابقة ممكن ترجع على علامة تعليل. اقرأ كثيرا وحط فصل منقوطة لاتعلم. انا باقرأ كسيرا لماذا اقرأ كسيرا لاتعلم. فبحط فصلة منقوطة. اكبر الجمل اللي اتيجة بعلامة الترقيم مناسبة. اين يعيش الدب القطبي. اين بيسأل? يبقى دي علامتي. تستم استفهام. اشتهد في المذاكرة. لانجح بتفوق. ايوة دولي دي رام تعليل. انا بشتهد في المذاكرة لانجح. بتفوق. بحط فصلة منقوطة. تمام? زينب فتاة جميلة. انا بقول جملة. بقول ان زينب دي فتاة جميلة. حط نقطة. كده انتهيت من جملة. صاح احمد. صاح يعني تكلم يعني. بصوت عالي. عاد خالي من السفر. قلت ما بيكون طولة حد. بحط ايه? بحط النقطتين فوق بعضين والنقطتين الرأسياتين. ما اطعم الموز باللبن. بقول يعني ما اجمل الموز باللبن. طعمه جميل جدا. ده بتعجب ان تعمل موز. كانت مادة تعجبية. يا فريدو ضع الكتابة في في الحقيبة. يا فريدو بطلب بنفعلين وضع الكتاب. قلنا بعد اسلوب النداء بيجي الفصل. ده نكون خلصنا علامات الترقية. نخش على تحليل الكلمات الى مقاطع صوتية. عند المقاطع الصوتية. هم كم مقطع? هم اربع مقاطع. عند الحرف المتحرك ده بيجي الواحدين مقطع. الحرف المنون بيجي الواحدين مقطع. الحرف الساكن وما قبله يجي مقطع. والحرف المد وما قبله في الكلمة يجي مقطع لوحدين. طيب. يبال حرف المشدد بيفك الى حرفين. حرف سكن وحرف متحرك. ثم نقون المقاطع الصوتية. اللام القمرية هي اللام الساكنة. اللام القمرية هي لام ساكنة. وتكون معالف الوصل. قبلها مقطعا صوتيا واحدا. يبال اللام القمرية هي يعني الالف واللام مع بعضهم دون مقطع صوتي. في اللام القمرية. على بعضهم كده. اللام الشمسية في تحليل الكلمات. الحرف التالي لهو حرف مشدد. اي لام شبسية بيجي الحرف اللي بعد اللام ده حرف مشدد. الحرف المشدد ده يفكك لحرفين. حرف سكن وحرف متحرك. بعد كين كون المقطع. عندي كلمة الديك. اللام هنا الديك. اللام هنا لام شمسية. فجأة الدال مشددة. الدال مشددة تتفكك الى دال ساكنة ودال متحركة. لما اجي حالة للكلمة دي. ده مقطع. الالف واللام والدال ده مقطع. طب ازاي? باخد حرف سكن مع اللام الشمسية مع الف قبلها. يبقى الحرف الساكن مع اللام الشمسية مع الف قبلها. طيب واحنا قلنا فوق ان حرف المد بيجي وما قبله. الياء ده حرف مد. جات هي وما قبلها. حرف المد وما قبلها ده مقطع. الدي دي. الكاف ده حرف متحرك جي مقطع لوحدة. طيب. عندي القطة. القطة. ال. يبقى جبت الالف واللام دي يبقى لام قمارية. وانها حروف اللام القمارية ايه? ايه بغي حجك واخاف حقيمه. دي الحروف اللي بتيجي مع اللام القمارية. يبقى دي مقطع لوحدية. اللام القمارية هي لام ساكنة وتكون مع عالف الوصل قبلها مقطع صوتين واحدة. يبقى اجي حلل كلمة القطة اخذ الالف واللم ده المقطع لوحدهم. لام قمارية مع عالف الوصل قبلها. قطة. حرف الطا حرف ساكن. ناخده مع الحرف اللي قبله. حرف ساكن وما قبله. ازاي ما قلت لك فوق هنا الحرف والساكن وما قبله بناخده مع عالف واحدية. مقطع. الطاة الوحدية بقى القطة. الطاة دي كانت مشددة فكرة الى اتنين. طا ساكنة. وطا متحركة بالفتح. خدنا الطاة المتحركة حرف الوحدية مقطع. وحرف التالي مربوطة ده حرف متحرك لوحده. في تحليل الكلمة. طيب نشوف نحلل الكلمات دي مع بعضين. عندي الصحب. اهم حاجة اعرف اللام دي شمسية ولا قمرية. طيب. الصحب. ما بنطهاش اللام. بخش على السين على طول. والحرف اللي بعد اللام مشدد يبقى ديت ايه? اللام شمسية بروف عليك. يبقى اكتب الالف واللام الشمسية وحرف السين. الساكن. صحب بقى. صحب يبقى فيه سين مضمومة. لوحدها دي حرف متحرك. حرف متحرك دي اخد مقطع لوحده. والحاء برضو دي مقطع. والباء دي مقطع لوحدها. حاء مضمومة. والباء مضمومة. الخفاش دي لام قمرية. الالف واللم لوحده ومقطع. خف خف فيه حرف ساكن. ان الفاء بتتفكي الحرفين. الفاء هنا بتفكي فاء ساكنة. وفاء متحركها بالفتح. يبقى اخذ الحرف الساكن وما قبله. الحرف الساكن اللي هو الفاء. وما قبله حرف الخاء. يبقى خدت الحرف الساكن وما قبله. طيب عندي متبق معايا فاء والف. ده في حرف مد. يبقى اخذ الحرف المد اللي هو الالف وما قبله. اللي هو حرف الفاء. تمام? حرف الشين ده حرف متحرك اخده لوحدي مقطع. بطيخ. بطيخ. ده في حرف ساكن. نقول بط. الطا دي بتتفكر حرفين اهم حي تركز في حرف المشدد. ده يفكر حرفين حرف ساكن. وحرف متحرك بالكسر. بطيء. بطيء. يبقى حرف الطا ده متحرك بالكسر. يبقى اخد حرف الساكن ما ما قبله اللي هو الباق. يبقى خدت حرف المد وما قبله اللي هو الطا وحرف الخادم وتحرك. ياسمين الالف ده. ال команд وانا اقول باخد في المقاطعة الساوتية حرف الماد وما قبله conference كتين باخدها هو ما قبلها. حرف الساكن باخد هو ما قبله والحرف الماد وما قبله على طول في المقاطعة الصوتية. الالف واللام القمرية بيجي مع بعضهم مقطع. لكن اللام الشمسية بيجي هي والحرف اللي بعدها الساكن. عشتار تحل الكلمة بسلسة جدا. ياس. السن ده متحرك لوحدية. مين ده الياه دي حرف. حرف ايه الياه دي? حرف ماد. يبالياء وما قبلها اللي هي المين. دي السن واحدية. منون ده حرف متحرك ده مقطع الواحدية. بيقولي الاخطاء الشعيع. ده خطة الخطأ في الجملة الاتية والصعوبة. بنى الاهالي ملجعا للايتين. تركز بقى في الاخطاء دي. تبقى اخطاء بسطة جدا. كلمة ملجعا. فيها الغلط. مفروض التنوين يقفوء الهمزة. ملجعا. ملجعا. هو يجب التنوين قابليها. احنا قلنا التنوين بيجي على اخر حرف في الكلمة. يجب مراعاة شعور الاخرين. 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 هنا دي عبارة عن الافين في الاخرين. هو كتبها هامزة واحدة. لأ. بل اخرين. الف ممدودة. عبارة عن الفين مربع دين. السهم يشير الى اليمين. الى. احنا قلنا في الى. مش ياه. اخرها ايه? الف لينة. ما هتحتاج نقط. بكى الطفل بصوت مرتفع. بكى. مفروض اكتب الف لينة. ما اكتبها زي الى. بكى. ويحب القراءة فيه هدوء. هدوء. غلط. الهمزة تبع على السطر. مش فوق الواو. يشبه. يشبه دي غلط. عاملها هي يشبه الواء الولد واباه. هاء بنطاها في الواصل وفي الوقف. وفي الوقف هاء. يبقى يشبه. اخترع اخي عدسة مكبرة. وعملها همزة قطع بالكس. اخترع. احنا لو حطنا واو جاب لكلمة اخترع اقول واخترع. واخترع. هي الف وصل. وليس همزة قطع. يبقى يخترع. حط همزة. هو حط همزة قطع. ما اجمل الجو. ما اجمل اجواء الريف. وحطت نقطة. كي انها جملة. وهي دي. ده اسطوب تعجب. بحط له علامة تعجب. ما اجمل اجواء الريف. كده نكون خلصنا وانتظرنا في درس جديد المرة القديمة. والسلام عليكم رحمة الله.